السلام عليكم تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم فيديو جديد إذا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا راني وجدت لكم واحد الملخص اللي رائع جدا واللي كيخص تلاميذ ديال تخون كوما أمامكم الآن الملخص ديال الكاركترستيك فيزيك اللي شفتوهم في الدرس ديال إضافي دونك أنا راني وجدت لكم واحد الملخص اللي في جميع الخصائص الفيزيائية ديال التربة يلا تبوا ما يمزين قد نحاول نشوفه معكم بسرعة رغا ديفيدكم بزاف لأنه في حتى التعارف أول خاصية فيزيائية كيتميز بها التربة واللي شفناها في الدرس هي لاتكستور ديالسول أشنا هو التعارف ديالاتكستور ديالسول إلي ديفيني بغلي بورسنتاج دياليمون منيرو بخيزون دون لسول ولو مني كنتكلم أنا لاتكستور فأنا ممكن لي أن أحددها انطلاقا من النسب المئوية ديال مختلف لعناصر المعدنية اللي كتكون موجودة في التربة ونحن نتكلم طبيعية الحال على الو بورسنتاج للسبل دياليمون ديالارجيل مني كيكونوا عديوا عدي الو بورسنتاج هادو فممكن أنني نبريزنتهم ببساطة في واحد لتريانج اللي اسم ديالو التريانج ديالتكستور الناس اللي ما كتعرفش تمتل هاد الو بورسنتاج في التريانج ديالتكستور فارغا دي تلقى فيديو في الديسكريبشن اللي غادي شرح لك هاد المسألة هادو ببساطة نعم بعد ذلك كخاصية فزيائية أخرى تطرقنا لها في درس جالي فاكتور إضافي هناك لستركتور ديالسول أو البنية التربة كتعرف لستركتور ديالسول الجالجيبشن ديالسول والشبه ديالسول الدقياء اشتركتور اشتركتور ديالسول نعم تبرنا على تريقى اللي المتمند billion مختلف الحببات اللي هما ديال للمان ديال الهارجل ديال اله سابل هذا في في الدرس نعم لاتريتنا ديالسول ديالسول كينا لستركتور particulaire لستركتور غلومير لستركتور كنتم تميز تحتميز بواحد المهمة جدا وكما يتعلم أن تحتميز بواحد النفاذ المهمة وقدر على الحفاظ العلمة لضعيفة وكما يتعلم أن تحتميز بواحد العناصر الأرمية التي تكون مستقلة وكما يتعلم أن يوجد عدد كبير من ثغرات مما يصبح من مرور كمية كبيرة من الماء وكما يتعلم أن تكون مهمة نحن لا نتحدث عن تحتميز بواحد سعب بلو يعني تربة الرملية جيد نحن نتحدث عن تحتميز تحتميز بواحد وكما يتعلم أن تحتميز يعني تكون مفاذية المتوسطة وكما يتعلم أن تحتميز كسبب فلماذا تحتميز هذه التربة تحتميز بهذه المتوسطة وكما يتعلم أن تحتميز لأنها بكل بساطة تحتميز بوجود الموسطة أو الدوبات وكما يتعلم أن تحتميز مختلفة وكما يتعلم أن تحتميز الموسطة وكما يتعلم أن تحتميز الموسطة نحن نتحدث عن تحتميز أن هذه التربة فانتحدث عن تحتميز الموسطة وإنسان فإنه نوعية التربة كنتميز بها فإنه سواء الغذي كما تتكلم عن طربة تكون غادية بالطين فتربط لنا ما بين جميع العناصر الرملية مما يجعل هذه الطربة غير مسامية يعني لا تتوفر على تغور بيان نحن نتعلم أيضا عن النفادية وتعرف النفادية عندكم هذه كمية الماء التي تتعبير طربة بالتصرب وهذا الماء التي تتعبيرها يمكن أن نحسبه حدث عن علاقة التي تتعبيرها في سبيل الماء سيضع لكم الآخر في سبيل الماء لكي تتعبيرها لأنه في التمارين في الغالب يجب أن تتعبيرها يمكن أن تتعبيرها تكون لكما تتعبيرها نعم بعد ذلك نرى قدرة طربة للحفاظ عن الماء وكتعرف اذا كنت تتكلم على قدرة التربة على الحفاظ على الماء فأنا كنت تتكلم على واحد الحجم الماء الذي ستحافظ عليه التربة من مور تصرو وعندما نحسبه فنحن نستعمل واحد العلاقة التي تقول أن يساوي الحجم البدعي ناقص VG وبالتالي نستعمل التربة يتكلم على حفاظ على الماء يعني أشكال المياه على مستوى التربة صحة جالسة الجليل أشكال المياه أشكال المياه الأول هو الأن وهو الغرفة الأن وهو الأن وهو الهجروسكوبية كثير من الأن وهو الأن وهو اتحدى الأن وهو مكتب و مكتب و خط فيه بفعل الجاذيبية. جيد. الهو كابيلار هي تستعمال من طرف النباتات. بعبارة نوعية المياه التي تكون مفيدة للنباتات هي الهو كابيلار. هناك مصيدل هغروسكوبيك. وهناك مستخدم جيدا على الوصول ويستخدمها على المياه. يتم تحفظ عليها من طرف الطربة للوقت كبير جدا. وبالتالي لا تستطيع النباتات تستعملها لأن الكيمية تكون ضائلة جدا. آخر شيء في الكاركترستيك الفيزيك. فهو نقطة الدبول. نعم. على الغملي كنتكلم أنا على نقطة الدبول. كتعريف. رحل قيتو بعد الامتحانات. بعد الآسات تدارتي وضعوه في تعريف تنكر الدوري البال. شنو كالينينا نقطة الدبول. C'est la tonner d'eau minimal au dessous de laquelle la plante ne peut plus absorber. يعني كنتكلم على كمية الماء الدنيا اللي اقل منها. فالنبتة ما كتقدر تمتص الماء. إلا بغينا نزيد ونشرحوها ونبسطوها أكتر. فسنقول أنه. فهو عبارة عن حجم. يعني c'est un volume d'eau. أو خدت سمع point. ما كنعنيش بيه نقطة. لا. يعني واحد الحجم دي الماء. واحد. اللي 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 هو اللي خاصة. بتلي. إلا عطتي اللي التقل منه. فما غا تستفدش. نعطك مثل. يعني واحد نمتلي كتحتاج مثلا. 100 مليليتر. دو. إلا مشيتي انت عطيتها 89 أو 98. فهذا اللي 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 لن تستفيد من هذا. الماء. لماذا? لأنه أقل من اللي بوان. دفليترسما. وبتلي شنو والتعرف ديال البوندو في التخيص مو سي لفولم دو وبيالاتون أغضو مينيما يعني كمية الماء أو حجم الماء دنياوي يعني أقل ما يمكن اللي تحت منه يعني اللي عطيته النبتاء أقل منه فهي لن تستطيع الاستفادة من هاته المياه وهاكا كنكون نشفنا جميعا واحد الملخص ديال لكاركترستيك فيزيك ديال اللي سارح أقدر يفيدكم بزاف والذيطايف قد تلقون في la ديسكريبشن وفي الغالي برا سنزيدكم فيديو آخر اللي ستكون فيه الخصائص الكيميائية ديالتربة يعني الملخص ديال كاركترستيك شيميك ديسال وإلى ذلك الحين كنتمنى لكم حد موفق تلاولي يفرسكم وعلى فيديو بروشين